موسيقى ثم أحبائي رجل الله هو رجل الكلمة مش أي كلام يعني مش كلام منمق ومرتب ولا فصيح ولا كده ما الكلام لازم يكون فيه أفعال اللي بيعجبني في شخصية المسيح لم يقل أي شيء لم يفعله أنا هو خبز الحياة أشبع الآلاف أنا هو نور العالم فتح عيون العمي أنا هو القيام والحياة أقام الموتى فإذا مش مجرد كلام قوات آيات وعمل الروح القدس وهذا كان رجال الله عندما ابتدأ بإرسالي تموسى ابتدأت بالآيات والمعجزات إلى الشعب غير مصدق إلى الشعب بالشك إلى الشعب صعب جدا وصف الكتاب صلب الرقبة ومع كل هذا استطاع بحضور الله وبقوة الله أن يوصل الكلمة اللي أثبتت أنه فعلا هو من عند الله رجل الكلمة لما اتكلم عن المطر أوقف المطر لا يكون مطر لما راح اتكلم مع الأرملة استطاع أن يشبعها إلى ثلاث سنين ونصف حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إليا وعندما مات ابن الأرملة أخذ الولد وصلى لهذا الولد اسمع كلام المرأة فقالت المرأة لإليا هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق الناس اللي عايش في أيامك شو قالوا عن كلامك هو أصلا كلمة نبي نبي في اللغة العبرية نفس الكلمة العربية هو الذي يطلق كلام إعلان ريفليشن كلام في رسالة للشعب المعاصر لكن في نبوة مستقبلية ليس مجرد كلمات مش تكهن ولا تخمين ولا إن شاء الله ربنا يصطرها يا ريت لا 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 رجل الله بيتكلم بكلمة الله وبتم كلمة الله بتعرف يعني في الكتاب المقدس بيتكلم في سفر التثنية مكتوب في آية 18 إصحاح 18 أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك يعني مثل موسى وأجعل كلام في فمه فيكلمهم بكل ما أصيه به في آية 21 وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه لأنه حتما رح يكون رجل كاذب فإذن رجل الله هو رجل الكلمة إلي قاوم عبادة البعل قاوم الملك قاوم الملكة قاوم الأنبياء قاوم كل الأمة إسقال حي هو الرب الذي وقفت أمامه لأنه الذي يخاف الله لا يهاب إنسان تعرفوا أحبائي فعلا رجال الله عاشوا لله فقط مش لرغباتهم ولا لأنفسهم ولا لأي شيء قالت المرأة هذا الوقت علمت أنك أنت رجل الله وكلام الرب في فمك حق فإذن إلي رجل الله هو النبي الحقيقي هو رجل الصلاة رجل الإيمان رجل المواقف مليء بحضور الله رجل مقدس رجل الكلمة